السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين والجانالكم وفيديو جديد فيديو النهاردة هيبقى عبارة عن حاجة كلنا بنحتكى كل فترة ما فيش بيت ما بيخلاش منها وهي انك بتحتاج تغير قلب الكلون قلب الكلون القلب الكلون المفتاح كل فترة ممكن بتحتاج ان انت تغيروا مفتاح ضع معاك مفتاح قطم مفيش مفاتيح بتحب تغيروا فبدلا ما كل شوية هتتصل على النجار او تجيب صناعي بيتك لأ انا مع بعض كده هعلمكم ازاي انتو تغيروا قلب الكلون تمام اه كل الموضوع مش هنحتاجها بس مفاك وهنحتاج قلب جديد هنحتاج قلب جديد ده قلب جديد والمفاك يلا بنا هنوريكم اهو بالمفاكة هوت عندنا الكلون فيه تلات مصامير ادي واحد تحت واحد فوق دموت لمسكين الكلون ومعانا مصمار اللي هو فصاد القلب مصمار ده اللي هو بتاع القلب ده هنعمل ايه هنجيب المفاك وهنفك المصمار ده مصمار ده طوال معانا غرم مفاك صليل ممكن يبقى نفك عني فكينا المصمار هنعدل المفتاح ونسحق القلب كده القلب معانا تخلع القلب ده اما بيجي طلع مفتاحه بيبقى معايا عيدلة هو دي بتبقى عيدلة شايفين دي عيدلة فيه قلب تاني ممكن الكمويوتر او بيبقى فيه سنة كده عشان اطلعهم الباب لازم ان انا اول في المفتاحش وقعدل ايه قعدل ديت السنة ديت تمام خلحت انا القلبة هوت الهدي هجيب القلب الجديدة هوت القلب الجديدة هوت هو مريح ممكن القلب التاني تمام بيجيب المصمار نربطه مكانه ربط معانا المصمار هو تمام كده اشتغل معانا القلب التاني وبكده بكبنا القلب التاني وبكده احنا غيرنا القلب بتاعنا ومحتاجناش غير مفكة بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تتسيبونا تعليق وتعملونا اشتراك في القناة وتشغلو جرس الاشعارات عشان يوصلوكم مننا كل جديد وياريت لو انتو عاوزين فيديو لطريق فتح الباب بدون مفتاح تتسيبونا برضو تعليق اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتعم الفائدة وندعوكم للانضمام الينا بالضغط على الزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات اول باول اشتركوا في القناة